ربما لم يعد مجدياً للعملية السياسية في العراق أن تستقر على رئيس حكومة يستطيع اجتياز مرحلة الصراع بين الكتل ويعتمد وزراء حكومته إذ أن الظروف الحالية تجعل قدرة هذه الحكومة على إدارة الدولة أمراً معقداً وربما مستحيلاً وهذه السنة تحديداً أكثر من غيرها تشير الدلالات والواقائع إلى دخول العملية السياسية مرحلة الموت السريري وموعد رفع مشغليها أجهزة الإنعاش عنها بات قريباً فلأول مرة ومنذ غزو العراق وما خلفه من تمجد لإيران تتخذ واشنطن خطوات تصعيدية ضد طهران محول شراكة المصالح بين البلدين إلى صراع أفقد العملية السياسية في العراق قدرتها على موازنة العمالة للطرفين فصارت كالحبل الضعيف الذي يريد كل طرف أن يجره نحوه العامل الثاني الدال على قرب النهاية الفعلية للمنظومة الحاكمة هو الانهيار الاقتصادي وتنسحب تداعياته على الطاقة التشغيلية لمؤسسات الدولة وبحسب المؤشرات فإن الحكومة ستجد نفسها قد استنفدت ما بقي من النقد الاحتياطي بوقت قصير وبالتالي تنشأ موجة بطالة من الموظفين هذه المرة إضافة إلى اتساع شريحة الفقراء بشكل يضيف إلى ثورة تشرين ثورة جياع يدخل فيها من غير المعنيين بالسياسة الانهيار الاقتصادي يقود بالطبع إلى الضغط الشعبي الذي لم يعد يقنع بأي حل مبني على القاعدة السياسية الحالية وإذا أخذ بعين الاعتبار أثر الأزمة الاقتصادية على تسليح الميليشيات ونفوذها تصبح المنظومة الحاكمة تدور في حلقة مفرغة لا مخرج منها إلا بترك مقاعد السلطة